أحمد على صعيد آخر كل ما يرتبط بالتطورات الميدانية ما بين تصريحات الجيش والتعاطئ الإعلامي معها أو النقاش الداخلي قبل قليل كان هناك عاجل عن استهداف للمقاومة الفلسطينية لمخيم يبنى في جنوب رفع حيث تتمركز قوات الاحتلال وكانت الأخبار التي تسبق ذلك وتروي يروج لها بأن جيش الاحتلال قريب من إعلان القضاء على فصائل المقاومة فبينها على هذه التناخدات كيف يدور النقاش الداخليا يعني بالفعل الجيش الإسرائيلي قال في تسريبات إعلامية بأنه قريب من إعلان الانتصار على الجناح العسكري لحركة حماس بعد السيطرة على رفع وهم يسيطرون على أكثر من 70% من هذه المدينة وفي الفترة الماضية بحسب الإعلام الإسرائيلي توجه الجيش الإسرائيلي للعمل في المناطق الشمالية والغربية من رفع في محاولة للسيطرة على هذه المناطق ولكن هناك من يقول أن أن تصل إسرائيل إلى نقطة صفر صواريخ لدى حماس ليست قريبة لأنه على الرغم من العملية العسكرية هناك قدرات عسكرية لا تزال لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية في داخل قطاع غزة ولكن الجيش الإسرائيلي قال بأنه دمر آلاف الصواريخ دمر آلاف الورشات التي تصنع هذه الصواريخ وصل إلى مئات فتحات الأنفاق والتي تقدر إسرائيل بأن طول الأنفاق حركة حماس تبلغ 500 كيلومتر وسيطرة على 25 فتحة نفق ما بين مصر وقطاع غزة تحديدا في منطقة محور في لدلفيا وفقا للإدعاء الإسرائيلي وعليه كل هذه الأمور تدفع الجيش الإسرائيلي للاعتقاد بأنه أنها المهمة هناك تقديرات أمنية إسرائيلية بحوزة حماس على مئات الصواريخ حتى هذه اللحظة رغم ما شاهدناه من عملية عسكرية مستمرة متواصلة في داخل قطاع غزة وهذه الصواريخ تصل إلى أجدود أو شمال أجدود بمعنى أنها نوعا ما بعيدة المدى ليست موجهة إلى الغلاف في الفترة الماضية تقريبا لا يمر يوم دون قصف مناطق غلاف غزة وهذا يعني عودة الإسرائيليين في تلك المناطق إلى ما قبل السابع من أكتوبر وهي عمليات إطلاق للصواريخ بين الحين والآخر نحو سديروت نحو مناطق الغلاف في الجزء الشمالي أو حتى في الجزء الشرقي وغيرها من المناطق التي كانت تنتقد الحكومة الإسرائيلية لعدم القيام بمهامها لإعادة الهدوء إلى تلك المنطقة وأيضا دعينا نشير لأن هذه الصواريخ التي بحوزة حركة حماس هي ليست صواريخ تقيقة ما يعني أن إمكانية تسلحها أو إمكانية إعادة تسلح حركة حماس بهذه الصواريخ ربما لن يكون صعبا في عام 2021 زعمت إسرائيل بأنها دمرت يعني ألاف الصواريخ التابع لحماس وللجهاد الإسلامي خلال العملية العسكرية والحرب على غزة على مدار 11 يوما ولكن خلال الساعات الأولى من 7 أكتوبر أطلقت حماس أكثر من 5000 قذيفة دفعة واحدة شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات شكرا جزيلا لك